اهلا ومرحبا بكم في درس من دروس وحدة تركيب المنسوجات في برنامج مدرسة على الهوى احنا ان شاء الله عايزين نستكمل النهاردة درس جديد بعنوان النسيج المزدوج ضاماط اي مربعات احنا عارفين ان هذه الوحدة تتكون من خمس مخرجات تعلم تناولنا المخرج الاول اللحمة الزايدة ثم المخرج الثاني سداء الزايد ثم المخرج الثالث النسيج المبطنة ثم المخرج الرابع اللي احنا ما زلنا بنستكمل رحلتنا فيه وهو النسيج المزدوج السادة خدنا نسيج المزدوج وجه نسيج المزدوج ظهر خدنا نسيج المزدوج اقلام رأسية نسيج المزدوج اقلام افقية وإن شاء الله النهاردة بنستكمل الرحلة عشان نبدأ نجاهز نفسنا نحن نختم المخرج الرابع تمهيدا لدخلنا المخرج الخامس والأخير إن شاء الله في وحدة تراكيب المنسوجين لما نقول نسيج مزدوج يعني النسيج بيتكون من طبقتين وإما أن هما يكونوا منفصلتين أو يكونوا متصلين من جهة وحدة وبالتالي بعد النسيج بيتم فرد الأماشة فتبقى العرض يساوي عرضين منسوج أو يكون متصلتين من كلا الطرفين زي أقمشة الأكياس وأقمشة خراطيم المياه بتاعت الإطفاء أو تكون المنسوج متصق ومتصل ببعضه الطبقتين معا ودي منلاحظها فيه أقمشة البطاطين وأقمشة الصوف الأقمشة الثقيلة للملابس الشتوية وخاصة أقمشة البلاطي والجواكت وتايرة السيدات طبعا نحن عارفين أن نحن أنسيجة المزدوج ممكن تبقى يظهر فيها ألوان السداء الواجه فقط أو اللهر فقط أو أقلام رأسية أو أقلام أفقية ودلوقتي عايزين ناخد أقلام رأسية أفقية معا فبالتالي تسمى إيه نسيج الضامة الضامة أي المربعات تعالوا نشوف كده أول تمرين مع بعض ونشتغلوا مع بعض ونحن نتعودين لأن نحن نشتغل تركيب السوجات على الإكسل أفوس 2010 وكل ما عامل مدارسنا الحمد لله مجهزة بأجلسة الكمبيوتر وفي مدرسة فيه أكثر من معمل والبيت عندك يبع عندك لاب أو كمبيوتر نقول بسم الله ونشتغل التمرين الأول في حلقتنا النهار تمرين الأول بيقول ارسم نسيج مزدوج سادة واحد على واحد من الوجهين يعني وجهه ظهر ضامات أي مربعات يتكرر على وزهر رسم لك رسمه وضح لق إن القلم الأول 12 لحمة القلم الثاني 16 لحمة الألم الأول من الوجه اللون الرصاصي ده القلم الثاني اللي هو الأبيض ده اللي هو 16 لحمة ده ده هنشتغلوا ظهر بعد كده قال لك إحنا عندنا خيوط السداء 12 خيط في القلم الأول و16 خيط في القلم في القلم الثاني تعالوا نشوف نحدد مساحة التصميم إزاي لما نجي نحدد عدل الخيوط هنجمع خيوط القلم الأول زائد خيوط القلم الثاني يعني إحنا لو بصنا على الشكل ولغينا مربعين لفوق دول هتبدو كما لو كانت أقلام إيه أقلام رأسية القلم الأول 12 خيط والقلم الثاني إيه 16 خيط لو إحنا شوف لغينا اللي قال الألمين دول الرأسين اللي فوق بعض دول بصنا على الألمين دول فقط إيبه هنقول كما لو كانت أقلام إيه وفقية القلم الأول 12 لحمة القلم الثاني 16 لحمة لو جمعنا فتلوا الألمين مع بعض 16 وقادي 12 تمانية وعشرين آآ فتلة تمانية وعشرين خيط يعني ولو جمعنا اللحمات هتطلع أيضا كام تمانية وعشرين لحمة يبقى إذن هنحدد مساحة تمانية وعشرين مربع صغير في تمانية وعشرين مربع صغير بما أننا بنستخدم ورق مربعات أربعة في أربعة ورق مربعات خمسة في خمسة فده بيسحل لك عدد عدد المربعات الكلية للتصميم إحنا عندنا ورق مربعات اللي قدامنا ورق مربعات أربعة في أربعة يعني لو قلنا تمانية وعشرين مربع صغير على الأربعة تمانية وعشرين على الأربعة هنقول فيها إيه كم مربع كبير سبع مربعات كبار نيجي كده عشان نشط الأيكونة دي اللي مش نشطة دي بنيتكي كليكة في أي مربع في الصفحة بتاعتنا خلاص البقات هنا عندنا نشطة نضغط عليه على السهم الصغير وننزل ناخد الالم بتاعنا باللون الغامق الاسود ده وننساش ان احنا برضو ايضا ناخد الالم بنمط الخط ناخد الخط ببولت عريض ونحدد مساحة سبع مربعات كبار اهو اتنين اربعة ستة سبعة في سبع مربعات للحمة كبار ممكن نصغر من لوحة المفاتيح عشان نحدد المساحة طبعا من بقرة الموس من بقرة الموس مع الضغط على زرار كنترول بنقدر نصغر ونقدر نقبر شكل المربعات اللي عندنا نعمل تراجع نقول لكم من تاني احنا عندنا المتاكة على كنترول وصغر بتصغر معايا المساحة زي ما احنا شايفين كده في الرسم نقدر بقى نحدد مساحة التصميم عندنا بنطلع على فوق المربع الحواري ناخد الألم بتاعنا وانا هنحدد مساحة سبع مربعات كبار ادي اتنين ادي تلاتة سبعة في سبعة سبع مربعات كبار سبع مربعات كبار سبعة وبرضو الصداء اتنين اربعة سبعة انت حددت المساحة الكلية للتصميم نقدر نسيب الألم اما ان احنا ايه نتك على المصطرة او نتك على سيف حفظ او نتك على اكونة الألم اي اختغراط التلاتة دول براحتك نيجي بقى هنا لو كنا طبعا دي ضامة يعني هيتم لقيها على كام درقة على تمن درقات الألم الاول على اربعة والألم التاني على اربعة اذا هنحتاج الى تمن درقات بالمرة وانت معاك الالم ممكن ان احنا بنحدد مساحة اللاقي اللاقي اللي هي ايه تمن درقات اهو وطبعا احنا عارفين ان اول قلم ده كم خفتلة اتناشر اتناشر فتلة يعني هيحتاج لتلات مربعات كبار ان المربع اربعة اربع مربعات صغيرة في هنقول في تلاتة هيبقى الاتناشر فتلة نحددها في التصميم ونحددها ايضا في اللاقي اكبر لكم مربعات اتو تشوفوها اكتر بعد من حد المساحة الكلية تعاون نحدد برضو تمن دوسات اي تمن روافع تحريك درق في ارتفاع التصميم اللي عندك سيب الالم الاسهل من المسطرة في لوحة المفاتيح في الكبورد تعالوا نقبر بقى المساحة نتاك على كنترول في لوحة المفاتيح في الكبورد ومن الموز نقبر المساحة بتاعتنا تقدر تقبر والصغر زي ما انت عاوز اي دي عندنا مساحة التصميم اهي تعالوا بقى ايه نحط الدليل طبعا احنا عندنا دلوقتي المربعات دي احنا شايفين الشكل بتاع المربعات اصغر هاركو شوية لو انت شفت هتلاقي الالم الاول اتناشر والالم التاني ستاشر وفعلا بالفعل اخدنا اتناشر فات لهمت وادي الاربع مربعات كبار اربع فاربع بستاشر هم الستاشر فات لازم ايضا نحدد الالم الافقي الالم الافقي لو احنا خدنا الخط ده هنلاقي ان احنا اللي حماية تعادتها هنا اتناشر يبقى بناخد الالم مرة تانية طبعا لازم يظهر معنا اللون بتاعه العد يكون من اسفل ثلاث مربعات كبار وناخد خط افقي يبقى كده حددنا فعلا الشكل بصفة عامة بقى شكل ضامة اي مربعات المربع الاولاني ده وجه المربع المزالة الغامية ده وجه الالم المقابل له المقابل وليس المجاور وجه اما الستاشر والستاشر فيها ظهر انه قالك الالم الاول اتناشر لحمة وجه الالم الثاني ستاشر لحمة ايه ظهر فاللون الفاتح عندك ده 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 الوان الظهر اللون الغامق اللي عندك ده او لون رصده ده ده الوان الوجه يبقى عشان نحدد التصميم صح يبقى انا احدد انه اربع خيوط واربع لحمات عشان نعمل فيهم تكرار نسجي لنسيج الوجه فعشان احدده احط المرة الدليل بتاعك ده 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 تعال اتك الاول مربع من كنترول وكذلك في اللحمة ايضا واطلع على الحبارة بتاعتك عب الالوان كذلك لون نسيج الظهر طبعا هنغير اللون غيرناه لون الازرع طبعا ده بالنسبة للوجه الظهر ايضا لازم بتحدد راخل وسبق وقلنا ان في التبادل ممكن في التبادل اه يبقى شغال لون الف به الف به تنهي برقم به له لون التاني وتبدأ به ايضا في الان التاني وهذا طريقة تصدح مع الاقمشة المنسوجة على الانوال اليدوية نحدد ايضا هنا واحنا شغالين كده دليل في القلم الرأسي القلم الرأسي للفتل المعانا يبقى حدد للألمين رأسي وحدد للألمين افقي دليل الوان خاص بيهم كده حددناهم يبقى انت كده دلوقتي جيت على الضامة اللي هي اللي هي على الوراء الابيض دي حددنا اربع فتر اربع لحمات عشان نظهر فيهم خيوط الوجه بالنسبة للاتناشر لحمة واتناشر فتلة في المربع الاول وحددنا برضو اربع فتر اربع لحمات عشان دول هيبقوا التركيب النسجي الصحيح لنسج الظهر للستاشر فتلة والشر لحمة دول وكذلك ايضا في القلم الرأسي ازاي ما احنا شايفين هو احنا خدنا دليل سيدة لحمة لدام المربع الاول وخدنا دليل لحمة للمربع التاني ودليل لحمة للمربع التاني يبقى قلم الرأسيين خدنا ادلة السيدة القلم الافقيين خدنا ادلة اللحمة وما رسمناش الدليل بارتفاع تصم كاملا ولا بعار تصم كاملا واكتفينا ان احنا ناخد تركيب نسج واحد اربع خيوط واربع لحمات وناخده نسخ ولصق ايه كده اسرع في الاداء واسرع في التنفيذ نيجي بقى نطبق القاعدة بتاعتنا اللي احنا عارفينها هو القلم الاولاني دوت اللي هو الاثناشر فاتلة دول ايه قالت من الوجه من الوجه يبقى نتذكر مع بعض القاعدة بتاعت نسيج الوجه في المزدوج السادة قالك عند مرور لحمة الظهر ارفع خيوط الوجه بمعنتين اذا كان الالم وجه ترفع خيوط الوجه وبلونها عند مرور لحمة الظهر نشتغلها ناخد بالالم بتاعنا بلون الوجه ناخد الالم بتاعنا بلون الوجه اخدناه وبعدين قادي خيوط الوجه في عند مرور لحمة الظهر ارفع خيط الوجه وبلونه في الفتلة الاولى كذلك الفتلة التانية وقادي في اللحمة التانية ظهر برضو برفع الفتلة الاولى لو حصل الالم انزلق بنعمل تراجع من السهم الفوق ده سهم التراجع لو في حاجة يبقى كده حطينا علامات الانفصال في الالم الاولاني علامات الانفصال هي ظهرة قدامك ده لما يكون الالم ده نسيجه وجه نسيجه وجه بمعنى ان عايزين نجعل خيط الوجه هي السائدة في الظهور هي لها الغلبة في الظهور في الحالة دي القاعدة بتقول عند مرور لحمة الظهر ترفع خيط الوجه بايه وبلونها لو جينا هنا في الالم التاني الالم التاني يبقى ظهر او الالم مجاور له ايه نسيج ظهر مش وجه طيب هنعمل ايه الالم ده كان لونه احمر ليه لان نسيج الوجه احمر الالم التاني ده نسيج ظهر يبقى لازم اخد القلم بتاعي في علامات الانفصال بلون نسيج الظهر هو لون ايه الازرق فاطلع وغير لون الالم بتاعي للون الظهر اللي هو لون الازرق واشوف القاعدة بتاعت القاعدة بتاعت في حدود ايه اذا كان نسيج ظهر اذا كان النسيج ظهر عند مرور لحمة الوجه ترفع خيوط الظهر عند مرور لحمة الوجه ترفع خيوط الظهر وبلونها بلونها زي ما احنا شايفين علامات الانفصال هلتجدوا فيه اختلاف حاصل هنسيب الالم بالمسطرة شايفيني الالم الاولاني اللي هو هشتغل وجه علامات الانفصال فيه ده شكلها اما في الالم الظهر قادي عشكل علامات الانفصال في الالم الاولاني رفعت خيوط الوجه فوق لحمات الظهر عشان الغلبة والسيادة تكون خيوط الوج في القلم التاني اللي المطلوب فيه ان خيوط الصداء للظهر هي اللي تكون سائلة رفعت خيوط صداء الظهر فوق لحمات الوج وزي ما قلنا العلامات دي تتاخد باكتر من طريقة ممكن ناخدها باي شكل من اشكال تتفق عليها كعلامات تركيب المنسوجات الا انه اصطلح ان الدايرة تخص الوبرة التهشير يخص كذا فاحنا بالنسبة لي العلامات الافصال يكتفى ان تكون شرطة واحدة مائلة وبنستخدمها من الالم بتاعنا الالم التلون بنيجي بقى نكمل عشان نوقع تركيب النسجي للسيدة السادة على فتل و لحماته طبعا احنا عارفين ان السيدة السادة للوجه عبارة عن نسيج سادة فتلتين باللون الاحمر نسيج الظهر كان ايضا سادة باللون الازرق ها دي اللون بتاعه طبعا هنا اه بين الفتلة والفتلة بين فتلة الوجه والفتلة الوجه في فتلة الظهر الترتيب واحد فتلة وجه الى واحد فتلة ظهر ذا ما يذكر لنا الترتيب الخوط السادة بترتيب فتلة الى ايه الى فتلة فتلة وجه الى فتلة ظهر يبقى احنا هنجي دلوقتي هنوقع فتل الوجه على فتلها و لحماتها اهو في المربعين اي في القلمين الام الوجه و الام الظهر وبعدين نوقع التركيب النسجي لصداء الظهر على فتل و على لحماته ايضا في القلمين و فتل الظهر كده بقى احنا انت عملت التركيب النسجي المصغر اللي هو اربع فتل و اربع لحمات عملته وجه في قلم الوجه و عملته ظهر في قلم الايه في قلم الظهر عشان تكمل التصميم هتاخد الالم هتاخد التركيب النسجي اللي هو اربعة فاربعة وتعمله نسخ وتنسخه بالتجاور زي ما احنا كده شايفين او ناخد دول نسخ وهي اما تنسخهم نسخ ولصق يما ترسمهم طبع لو عادت ترسمهم 16 ترسمهم 12 في 12 و هفوق الالم 16 في 16 هتاخد وقت يبقى انت كده رسمت ايه رسمت اسرع لاحظ الضهر يعني تبادل الضهر يعني ايه تبادل في الضمات واحنا اخدنا التبادل في الضمات في النسيج المبطن يعني كل مربعين متقابلين بيكونوا بشكل واحد الرصاصي بشكل والابيط ده ايضا بايه بشكل يبقى الابيط ده اللي هو نسيج الضهر والملاء والملاء والرصادات ده اللي هو الايه بيعبر عن نسيج الوجه يبقى اذا برضو هنروح هنا هنروح في التصميم في المربع المقابل اللي هو 16 في 16 وهنبدأ نعمل لصق للتركيب النسجي للوجه اللي هو اربعة في اربعة بدأ من نرسم كل ده طيب اخد وقت طويل يبقى كده رسمنا نسيج الوجه على فيتل وعلى لحمات ممكن صغر شوية عشان تشوف اكتر اهو ادي الضامة بتاعتك رسمنا نسيج الوجه المربعين بالتقابل نسيج الوجه كذلك ايضا هنرسم نسيج الضهر نرسم نسيج الضهر هنكرره عشان نكمل توقيع كل العلامات على فيتلها وعلى لحماتها في كل الضامة يبقى الضامة كما لو كانت اه بالزبط كده اه نسيج مقلم اقلام افقية ونسيج مقام بعدين وفي نفس الوقت خدنا برضو اقلام رأسية يعني انت الضامة جمعت انه عين التقليمات اللي احنا سبق خدناهم في الحلقة الماضية ادي كده خلصنا التصميم يبقى اللون الازرق اللي غلب عليك ده ده الوان الظهر واللون اللي احمر لغلب ده ده الوان ايه الوان الوجه يبقى كده الضامة ترسمت كاملة ويتبقى اللاقي ورباط الدوس لو انت عادي تشوف مظهرية شكل نسيج الضامة لما تتكرر على المنسوج ممكن بتاخدها كلها بعد ما تحددها بعد ما تحدد الضامة اللي هي 28 فتلف 28 لحمة وتاخدها نسخ ممكن تقررها اكتر من مرة في اتجاه السدى واكتر من مرة في اتجاه اللحمة عشان تشوفوا المظهرية العامة لما تبقى على المنسوج تبقى شكلها يبقى عامل ازاي وطبعا شكلها في الخيوط بيكون اوضح واحسن منها على الورق ولكن اهل ورق بيقرب لك التصور اللي انت عايز توصل له في التصميم ادي شكل الضامة لو انت لاحظها تلاقي فيه مربع من العيل الازرق مربع من العيل الاحمر مربعات ده نسيج المزدوج ضامات اي مربعات حدد لك المساحة على مساحة 28 في 28 احنا تكررنوها عشان تتضح المظهرية العامة اكثر واكثر تعالوا بقى نشوف اللاقي احنا قلنا اللاقي هنا وصابقا بيتم اما على الصف او بيتم مجميع هي اما اللاقي يتم على الصف او يتم ايه على هيئة مجموعة لو قلنا الاول هنلقي على الصف يبقى انت هتاخد الفتل الوج على الصف هتبقى اولى ثالثة وهتبقى طبعا بلونها الفتل بالاحمر وبعدين لون الضهر هيبقى على الدرقة التانية والربعة لان الالم الاولي ده عبارة عن كل تلك اربع خيوط بحركة واحدة في الالم الاولاني لكن الالم التاني لو نسيج الظهر اتغيرت الحركة يعني الفتل الاولى هنا في الظهر مش زي الفتل اولى في الظهر في الوجه الفتل التانية مختلفة عن التانية التالتة مختلفة عن التالتة طالما وجه وظهر فهما مختلفان مختلفان في الحركة اما كل الوجه متشابه في الحركة فانحن عندينا الوجه دلوقتي اتكرر كتركيب نسجي كم مرة اتنشر فتل بقى اتكرر كم مرة اتكرر تلات مرات لان احنا عارفين ان الحد الادنى النسيج السادة الوحده فاتلتين واللحمتين لكن لما يكون مزدوج بالحد الادنى اربع فتل واربع لحمات وداولة الاثنشر فتل بقى اتنشر اربع فيها التلات تكرارات لما نيجي بقى هنا في الألم الثاني الضهر الألم الثاني الضهر يحتاج إلى أربع درقات مختلفة إلى أربع درقات جدد يعني إذن هنحتاج إلى تمن درقات بمعدل أربعة لكل قلم يبقى كده الضامة ككل تم لقيها على كم درقات على تمن درقات زيحشة فيهن في الرسم بنعد الدرق بنعد أفقي درق أولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة الستة السبعة التمنى ده العد الدرق بيكون درق إيه أفقي ونتوافع على المكنة أما الروافع بتكون ارتفاع التصميم في عدد الدرق اللي عندك فعدد الدرق تمانية إذن الروافع أو الدواسات تبقى تمانية وبعدين نلحظ إن إحنا بديجي نعد الدواسات أو الروافع بنعدها رأسي واحد اتنين تلاتة اربعة الحاد آخر واحد اللي هي التمنى من إدها طريقة عدد الدواسات بإزاي الدرق بيقى أفقي وتعلمنا إزاي قبل كده أكتر مرة نطلع رباط الدوس بإن إحنا نمسك الفتلة الأولى في الدرق الأولى ونطلع للتصميم ونقل حركتها كما هي يعني ناخد كده طبعا إحنا عايزينها تكون من الظلالة مش تبقى متحشرة آدي الفتلة الأولى ناخد بعد كده حركة الفتلة التانية في الدرقة التانية نسخ ولسق ولكن انطلحها كلها بلون إيه انطلحها كلها بلون واحد رباط الدوس بنرسمه كله بكام لون بلون واحد فقط طبعا تلاحظوا ما تاخدش بها دي وتكررها انت عندك الألم التاني حركته عكس الألم اللي تحته دي لو كما لو كانت أقلام أفقية الألم الأول والتشر في اتناشر وجه أما اللي فوق منه دي شغال ايه؟ شغال مزدوج سادة من الظهر طبعا احنا قررنا اتكلمنا كتير في إيجاد اللقي وفي الدوس لما قلنا منلقي على الصف ونلقي ما جميع لقي على الصف ولقي ايه؟ ولقي ما جميع يعني لو جينا نلقي ما جميع هيكون اللقي بهذا الشكل نجيب الألم بتاعنا وهيبقى تمن عرض التصميم في تمن درقات نقوله تاني عرض التصميم اللي عندك في تمن درقات هذه تبقى مساحة إلا طبعا هيبقى كل ألم من الأقلام الرئاسية بيحتاج لكام بيحتاج لأربع درقات لما نلقي ما جميع هتكلم عن مصطرة أما نلقي ما جميع يعني هنلقي فتر الوجع على الدرقة الأولى والدرقة التانية الدرقة الأولى والدرقة التانية وبلونها اللي هو اللون الأحمر ولما نلقي ولما نلقي الفتر اللاه الظهر. هنلقيها على الدرقة التانية والربعة. يبقى ده اللاقي ما جميع. يبقى اللاقي ما جميع. يختلف على اللاقي عن الصف. على الصف. بنمشي اولى تانية تالتة ربعة صف. لكنك بتلقي خط مبرادة بالزبط. اما اللاقي مجموعات بتاخد فتاة الوجه على الدرقتين الاول. وفتاة للظهر على الدرقتين اللي بيتاليها. مع مراعاة لما بيحصل تبادل ويحصل تقليمة زي ما احنا شايفين كده. زي الاقلام الرئاسية. في قلم جه مختلفة على قلم اللي بعده. في قلم ضهر جه جنب قلم وجه فختلفة الحركة. يبقى يحتاج الى ايه? الى اربع درقات جداد. وايضا بنفس الطريقة هيبقى فتل الوجه على الدرقة الخامسة والستة. وفتل الظهر هتبقى على الدرقة السبعة والتمنى. يبقى كده? عرفنا ان عندنا طريقتين. احنا عرفناها سابقة اللي بس بنأكد عليها. عايز اتبصوا للتصميم كويس. وتشوف الفرق في اللاق. ابناء وبنات الطلبة عايزكم تلاحظوا الفرق بين اللاقي على الصف واللاقي مجموعات. اللاقي على الصف فتل الوجه بتنزل على الدرق فتل الوجه. في القلم الاولاني بتنزل على الدرق الاولى والتالتة. في في القلم الأول في القلم الثاني تزل على الدرقة الخامسة والسبعة أما اللقي مجميع بناخد الفتاة للوجه على درقتين متتاليتين مباشرة أولى تانية الدهر تالتة ربعة وربعض دي اللقي يسمه لقي مجموعات أو اللقي مجميع طبعا هنا ربط الدوس هيشكلها يتغير يعني ربط الدوس المالسة ما كمالتش لكم عشان عايزك تلاحظ اللقي واختلاف اللي بيحصل في اللقي احنا سبق قلناها قبل كده في الحلقات الصابقة لما خدنا مزدوج سادة أقلام أفقية ومزدوج سادة أقلام رأسية خدنا مزدوج سادة وجهه لوحده ومزدوج سادة ظهر لوحده اتعرضنا المضوع اللقي على الصف واللقي مجموعات وانها في سلاس حلقات ماضية وارجل نكون سيبت في أزهانك وبس بذكرك بيها ان انت ممكن لقي عندك يكون على الصف او يكون مجموعات الاختلاف هنا لو انت لقات فيه يكون في الدرقة التانية والتالتة حصل تبادل بينهم في الحركة أما الدرقة الأولى والربعة حركتهم واحدة دقة كده فيها الدرقة الأولى او الاختلاف الأول اللي نزل في الدرقة الأولى في اللقي على الصف نزل في الدرقة الأولى في اللقي مجموعات اللقي في الدرقة الرابعة الاختلاف الرابع للدرقة الرابعة في اللقي على الصف هو برضو كانت في الدرقة الرابعة في المجموعات. إنما الاختلاف في الدرقتين دول الموجس بيرف عليهم دول. الدرقة الثانية والثالثة. لاحظة التالتة طلعت فوق. التانية طلعت فوق التالتة والثالثة نز Baş consig ثانيا الثانية.او اهو older la 6它z allårt. التالتة في الصف في المجموعات ب Creation Zhang M 미래就是 3. والدرقة الثالثة في الصف ب engines g выс brightly and in f9 صف هناك درقة درقة الايه القفل. التاني. بمعنى تاني بتاخد الوجه في درقتين جنب وربعض وتاخد الدهر في الدرقتين وربعض. فطبعا هيدا هينتج عنه اختلاف في رباط الدوس. انت ما بتمسك رباط الدوس بتعمل ايه? بامسك الفتلة واطلع في التصميم انقل حركتها كما هي من اول لحمة الاخر هي ما حطها في رباط الدوس. اكي انك تخدها نسخة ولسخة. بس طبعا من خلي اللي باط الدوس بلون واحد. ما يحطش بقى التهشيرات. لا احنا ما خلاها كلها مظللة وبلون واحد التصميم كل. دي كده لسيج ضامة. تقرر على تمانية وعشرين خط وتمانية وعشرين لحمة. بالتبادل مع بعضهما البعض. وكان الالم الاول ده من الوجه. متقابل معاها الام وجه هو. الالم وجاور له فتصر لحمة ده من الظهر. ودي القلم متبادل معاها ايضا من الظهر. من الظهر. يعutch كل القلمين متقابلين من متشابهين في نفس الحركة. المتقابلين بلون الفاتح دول الظهر. ومتقابلين بلون روص دول الوجه. طبعا الألم الأول ده 12 في 12 ألم التده 16 في 12 الألم اللي فيه ده 16 في 16 الألم السيدة اللي هو الوجه ده أيضا 16 في 16 تم طبعا التنفيذ التصميمي ازاي؟ أول حاجة جمعنا فتل التكرار وعرفت عندي كم فتلة للتكرار ككل جمعنا عدد لحمات التكرار فعرفت عدد لحمات التكرار 28 حددنا 28 في 28 استفادنا بنوعية طور المربعات بدل ما قعد عدد 1 2 3 28 لأ قلنا 28 عن عدد الورق مربعات 4 في 4 يبقى 28 على 4 فيها السبعة ونحن نحن معددين 7 في 7 مربع كبير خدنا 3 مربعات كبار وخدنا خط عشان نجيب الخط ده هو بتاع التأسيم عشان نجيب شكل المربع وخدنا أيضا من أسفل 3 مربعات كبار وخدنا خط تبقى طلعت المربعات بتاعة الضامة بعد كده حددنا 4 في 4 لحمات في كل مربع كأقلام رأسية ونفزناه كواجه وكظهر على قاعدة نسيج المزدوج السادة وبعد كده بعد ما خلصنا تركيب نسج مصغر 4 في 4 خدنا نسخ ولاصك لما وزعناه في كل فتل ولحمات التصميم بعد كده عملنا عملية اللاق كنا نجري اللاقية على الصف وعلى هيئة مجموعات رواية الدوس بيبقى إنه قررته أكتر من خمس ست مرات تسيبكوا تخرجوه تمام؟ وبعد كده قررنا التصميم عشان شوفوا المظهرية العامة له على القماش تعالوا ناخد تمرين تاني ارسم نسيج مزدوج سادة واحد على واحد من الوجهين ضامات يتقرر على ولك يتقرر الألم الأول أو 16 لحمة من الوجه القلم الثاني 8 لحمة من الظهر طبعا الترتيب عندنا واحد لواحد مع بيان اللاق ورباط الايه ورباط الدوس طيب تعالوا نحسب مساحة التصميم 16 لحمة و8 لحمات يبقى كده كام قد يعدينها كده 24 لحمة لما نحسب الصداء 16 فتلة الألم الأول و16 فتلة الألم الثاني يبقى 16 و16 32 فتلة ف24 لحمة 32 يعني 8 مربع كبير و24 عن 6 يبقى احنا عزين مساحة مربعات 8 في 6 8 مربعات كبار و6 مربعات كبار تاني انت بتجمع فتلة التكرار من الاقرام اللي عندك عندك 16 و16 و32 فتلة عندك اللحمات 16 و28 و24 لحمة بما ان نوعية المربعات 4 في 4 لما أسم 32 على نوعية 4 اذا هحتاج الى 8 مربع كبير يبقى هجيب الألم بتاعي ويقابل لون الاسود الغامق 8 مربع كبير اهو ادي 2 4 6 8 وافت ادي عدد المربعات الكبير تعالى بقى للحمة اللحمة 8 8 لحمات في القلم العلوي اللي هو عبارة عن نسيج ظهر و16 لحمة لنسيج القلم الاول اللي هو نسيج الوجه يبقى 18 اذا اربعة وعشرين ايه اربعة وعشرين لحمة الاربعة وعشرين لحمة دول مقسوم على اربعة على اربعة يعني هنطلع المربعات يبقى اذا نحتاج الى 6 مربعات كبار نعد 6 كبار كده مع بعض ادي اتنين اربعة ادي 6 يبقى حددنا مساحة التصميم كمربعات كبيرة 8 مربعات كبار في 6 مربعات صغيرة بمعنى تاني 32 فتلة في 24 لحمة طبعا هنا كل 16 اتنين اربعة القلمين قد بعض بالزبط اشوفوا لما اسخدنا الخط طولي كده كما لو كانت اقلام ايه كما لو كانت اقلام رأسي وبعدين هناخد ناخد 16 ناخد 8 يعني مربعين كبار كما لو كانت ايه لو انتوا بسطوا كده فوق بعض كما لو كانت اقلام ايه وفوقين كده حددنا بساحة للضامة اتنين وثلاثين فاربعة وعشرين والقلم الاول الضامة الاول مربع الاول منها ده وجه والقلم مقابل له وجه والقلم يجاور ظهر والمقابل له ايه ظهر تعالوا بقى نوقع الدليل زي ما احنا متفقين نوقع الدليل بتاعنا الدليل اهو قادي فتلة الوجه وجه وهنا احنا قلنا موضوع التوادل بقى كررته اكتر من مرة دي الفتل وقادي اللحمات دي لون الوجه ناخد المرة معانا الالم العلوي اللي هو يشتغل ظهر بعد كده ناخد لون ايه لون الظهر خدنا سيدة ناخده اللحمة في الالم الاول وناخده اللحمة في الالم الثاني اللي هو اللون الازرق يبقى احنا احنا اتفقنا ونعيد تاني ان احنا بناخد مساحة التصميم بجمع فتل الالمين في السداء يبقى عرفنا عدد خط السداء ستاشر ستاشر اتفقنا جمعنا الستاشر والثمانية اللي هي اللحمات الالم الاول وناخد الالم الثاني 24 وإذن مساحة التصميم 22 في 24 حددتها مربعات حددت برضو مساحة كل الالم وخدت خطوطي يبقى كده حددت المربعات بتاعتي بعد كده وقعنا الدليل الخاص بالسداء ودليل الخاص باللحمة ويكتفى بمساحة 4 في 4 كاتكرار نسجي واحد صحيح لكن لو انت عملت وقعت دليل السداء بعرض صح ولو انت وقعت دليل لحمة لتصم كل كلام مظبوط صح لو انت عملت تبادل في الالمين وانك خليت اخر لحمة من لحمات الالم الاول تبقى ظهر واول لحمة في الالم التالي بينه الظهر هي الاجابة صحيحة وكذلك في الفتن لو اخر فتلة هي لون به واول فتلة لون به هي الاجابة صحيحة ولكن هذا العمل بيتم على الانوال اليدوية اما الانوال ميكانيكية فانت الترتيب في التزيئة بتاعك واحد لواحد هو واحد لواحد من اول التصميم لاخره وترتيب دليل اللحمة او جهاز تغيير الانوان على المكينات ما بيقلبش كل ايه بيقلبش كل مربع او كل معين او كل ضامة عما عادة ذلك بقى القلب الرأس المنتظم او القلب الدقري طيب نيجي بقى احنا نحن حد مساحة اربعة فاربعة في القلم الاول واربعة فاربعة في القلم التاني عشان نوقع التركيب النازجي اللازم للمزدوج السادة احنا قلنا المزدوج السادة لو احنا جينا كده ممكن نحط ادي الفتلة التانية هنا ايضا الفتلة الاولى الفتلة التانية دي بلونها طبعا له لون الوجه بالمثل لانه نوقع فتل وعلامات ولحمات اللون الثاني الظهر على فتلها ولحماتها يبقى كده رسمنا نسيج السادة واحد على واحد الفتلتين الحمر في القلم الاول وفي القلم التاني نسيج الظهر وهو الازرأ ترسم الفتلتين واللحمتين في القلم الاول والقلم التاني انا بدأت هنا عكس ما بدأت التمرين الاول بدأت ان تم وضع الاول علامات الانفصال وعلامات الانفصال بتبين لك الاختلاف من الوجه وبن الظهر ف wounded ومع ذلك الرسم زي شكلها هي هي الاختلاف هيجي من ايه بقى من الاتي ازا كنت عاوز نسيج وجه يبقى هتجيب القلم بتاعك الاول بلون نسيج الوجه اللي هو الاحمر وتعالى بقى في حالة مرور لحمة الظهر ارفع خيط الوجه اهو ده رفعناه وبلونه برفع خيط الوجه اهو في مرور لحمة الظهر الزرقة برفع خيط الوجه بايه وبلونه عند مرور لحمة الظهر برفع خيط الوجه وبلونه بقى كده رفعت خيط الوجه فوق لحمات الظهر وبالتالي غالبيت الظهور هتكون لول احمر لول نسيج الوجه تعالى نشوف بقى الالم التاني الالم التاني اللي عندنا اللي هو فيت الوزرقة ده نسيج نسيج الظهر نسيج الظهر هنطبق القاعدة بتاعته عند مرور لحمة الوجه ترفع خيط مين عند مرورة الوجه ترفع خيط الظهر ترفع خيط الظهر هعلي خيط الظهر فوق لحمات الوجه ترفع خيط الظهر فوق فوق يعني لحمات الوجه. وبالتالي غالبيت الظهور هتكون لمين? هتكون لنسيج الظهر. عند مرور لحمة الوجه. ترفع خيوط الظهر وبلونها. وبالتالي كده فتل الظهر هي اللي بقى لها. لها الزرقاء. هي اللي بقى لها الغلبة في الظهور. لو انت قرنت بالتنين. الوارد اختلف بقى هو. هنا اللون الاحمر با هو الغالب لما تحطط علامات الانفصال الاربعة. هنا لون الازرق با هو الغالب لما تحطط علامات الانفصال الاربعة. هنا هيضغي نسيج الظهر على الاماشة. هنا بيضغي نسيج الوجه على الاماشة. بس لازم تبعي عارف انك لو جبت الاماشة اللي هي المربعات ده هي. اللي هي الضماط دي. هتلاقي التبادل موجود في الظهر. بمعنى لما تلاقي مربع احمر في الوجه. اعرف ان هو ازرق بتحت منه في الظهر. ولما تلاقي مربع ازرق في الوجه هتلاقي تحت منه في الظهر المربع لونه احمر يعني التبادل بيحصل سواء في وجه المنسوج وكزلك ايضا في ظهر المنسوج عشان نكمل الصم بتاعنا بعد ما تقعد ترسم كل الكلام ده كله انت بتحدد تقرار نسج واحد وتاخده نسخ وتبدأ توزعه على فتل و لحمات الالم كله الالم الاولاني ستاشر الالم الاول عبارة عن ستاشر فتلة و ستاشر لحمة الالم الاول ستاشر فتلة و ستاشر لحمة احنا زي ما احنا شايفين كده هنكرره بنكرر للسرعة في الاداء اهو طبعا الالم التاني ده بيتبادل معاه الالم التاني المقابل له بيتبادل معاه وجه ايضا يبقى كده رسمنا نسيج الوجه كله بنفس الطريقة هنرسل نسيج الايه هنرسل نسيج الظهر ادي نسيج الظهر برضو ايضا بكرره زي ما احنا كده بنكرر مع بعض اهو نكررناه ناربع مرات ناخده منسخ عشان يبقى اسرع ونعمل لها لصق نطلع في القلم المتبادلة معاه اتلصقه طبعا انت كده رسمت اسرع بكتير لو انت عطوا ترسم مربع 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 هتاخد وقت طويل وبالتالي ده مش مطلوب احنا مطلوب منك انت التمرين يخلص معاك في وقت قياسي زي ما احنا شايفين مع بعض ابناء وبناء الطلبة ان احنا رسمنا نسيج مزدوج سادة ضامات اي مربعات بالتبادل كل الامين متبادلين الالم اللي في اليسار نسيج مزدوج سادة وجه الالم مقابل له وجه الالم المجاور هنا نسيج ظهر الالم مقابل له نسيج ظهر طبعا علامات الانفصال هي اللي زهرت التغيير اللي حصل فيه الالوان وان شاء الله بارسم معاكم تمرين تاني وعلى طريقة ايه بدل ما بارسم علامة الانفصال بارسمها في اول تكرار نسج واحد وبعد كده باخد اللون الغالب وايه وامشي به يوم يظهر لك اكتر واكتر حركة الايه حركة نسيج الضامة او حركة نسيج المقلم بسيطرة اللون اللي له الغالبة في الظهور لما نقول وجهة فهتلاقي فعلا الغالبة للوجه ولما يتقال قلم الظهر هتلاقي فعلا الغالبة للألم الايه للألم الظهر كل مرة بأكد وقول المزدوج السادة بيختلف على المنسوجات الاخرى المنسوجات الاخرى بقالها طريقة واحدة للأي لكن هي احنا عندنا المزدوج السادة بيتلاقي على طريق طيب اما انك هتلاقي على الصف يعني زي المبرد اولا تاني تالتة رابعة وطبعا عندنا الاول ستشار فتلة دول الستشار فتلة دول كلهم دول اربع اختلافات فقط لان هم كل اربع بحركة واحدة الستشار فتلة المجورين هم نسيج الظهر ايضا هيحتاجوا الى اربع درقات لكن هيحتاجوا الى اربع درقات جدادة عن القلم الاولاني ليه؟ لاختلاف حركة خيوط الظهر هنا الحركة بتاعت خيوط الظهر اختلفت عن حركة خيوط الوجه لاحظتوا أن علامات الانفصال الأربعة هنا غير على حركة علامات الانفصال هنا مش تغيير في لون بس وتغيير في موضع علامة الانفصال لأن علامة الانفصال في الألم الأول رفعت خيط الوج أما هنا رفعت خيط الظهر هنا بدأت من اللحم مع اللحم الأولى والتانية والربعة أما في الظهر هنا مع اللحمات الأولى والإيه والأولى والتالتة وبالتالي هتحتاج بما أنها اختلاف جديد هتحتاج إلى درق جديد يبقى كل ألم من دول هيحتاج لأربع درقات زي ما قلت سابقا النسيج المتزوج السادة لما يبقى وجه بس أو ظهر بس يحتاج لأربع درقات لما يكون أقلام رأسية يبقى كل ألم من الأقلام هيحتاج لأربع درقات التعامل مع الأقلام الرأسية نفسه معاملة الضامة من حيث عدد الإيه من حيث عدد الدرق بكده أبنائي وبناتي طالبوا تطلبات الصف الثالث نسيج منهجة الجدرات نكون وصلنا حلقة النهاردة أشكركم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته